أهلا بحضركم من جديد وفي البداية طبعا برحب بلعيبة مرتبط كرة اليد موليد 2002 واللي فازه بدور المرتبط السنادي واللي بيقضه طبعا الأسطورة الكبير الكابتن أشرف عواض برحب في البداية بمصطفى المهدي حارس مرمى وجول كيبر الفريق أهلا بيك يا مصطفى أهلا وسلام بحراء مبروك الله يبرك في حضر وحش ولا إيه طبعا وبرحب طبعا بعبد الرحمن أيمن أو بودي يا شهد ببودي لاعب الجوكر خط الخلفي أهلا بيك عبد الرحمن مبروك أجيلك يا مصطفى يمكن السنة دي كان موسم طويل أنت لعبت مرتبط مع الفريق ولعبت أيضا كأس مصر دي البطورتي لعبتوها بدأتوا إزاي الموسم بدأتوا إمتى في وقت إيه والإعداد بتشتغل إزاي يعني كلمني في البدايات خالص الحقيقة احنا أول معرسنا كابتن أشرف عواض هو المسك الفرقة قال لنا هنبتدي إن شاء الله من شهر سبعة بدأنا طبعا إعداد بشكل كويس وفترة بدأتوا بدني الأول ولا هندبول؟ أكيد بدني طبعا بدني الأول لأن أنت بطبيعة الحال بتبقى راجع من موسم قاعد بقى لك مثلا شهرين بس طبعا ماينفعش أن أنت كلاعب أن أنت تريح صحيح بس بتاخد لك فترة ركوفر يعني خطو 80 قد إيه شهرين مثلا أعداد 3 نقدر نقول 3 الدوري بدأ في نصف 9 طيب وبدأتوا على طول بدور المرتبط ولا كان في مثلا بطولة قابليها لا لا هو إحنا عندنا بطولتين بس بنلعبهم بطولة دور المرتبط والكأس بدأتوا بالمرتبط على طول طيب يعني ما شاء الله أنتوا السنة دي وأنا عرفت قبل الهواء أن أنتوا خسرتوا مباراتين بس وتعدلتوا حقا بس الحمد لله ما شاء الله في كم من المبارات الكبير جدا اللي أنتوا قدتوا لعبنا كتير جدا كتير جدا طب أنت فاكر يعني وطبعا إحنا زمالك التلات مبارات اللي إحنا لقبناهم فوزنا عليهم أو وتنين منهم كانوا في أرض نادي الزمالك كمان ما شاء الله في تفوق كاسح يعني مش على نادي الزمالك بس على بقية الفرق الله أكبر ما شاء الله طيب أنت فاكر إيه المتشاط القوية اللي أنتوا قبتوها إيه المتشاط اللي جاندة ممكن تنظرك والله إحنا يعني تقريبا ما فيش مواتش سهل يعتبر ما فيش مواتش سهل كل مواتش اللي حساباته كل أهلي صعب واسموحه صعب كل في الزبط إحنا الدوري بتاعنا بصراحة قوي جدا ممكن يكونوا فرقتين ثلاثة إلى حد ما مستوهم مش قريب مننا شوية ولكن حتى المتشاط دي على وقت بتبقى صعبة صعبة لازم تدي المنافس بتاعك احترامه وما يفعش تستهيم باللي قدامك مهما كان صحيح إنت أصدق طول المتشاط أو طول المبرات شدين الحزام أه طبعا وأصدق أشرف ما بأي الحمش في الأشرف حركة أعلمه أعيش كل حاجة بالملي زي ما هو بالملي وليه رأيك عبدالرحمن يعني يمكن كابتن أشرف عوات صعب جدا لا لا طبعا فعلا يعني إحنا من أول السيزون وهو بادي معنا جميل جميل جدا ما زهرتش من يعني ما ما قلتش إيدها يعني هو ليه تمرين كتير كده ولا ما قلتش دي خلص لا طبعا إحنا من صغرنا إحنا متعودين في نادل أهلي على الموضوع ده يعني من زمان وإحنا عارفين إن مشوار مش ساكل يعني استوصل للأول بسهولة يا الأول يا ما فيش لا كي إحنا متعودين على الأول دايما يعني طيب يعني هل في مثلا الموسم ده كان فيه صعبات قبلتك أنت على المستوى الشخصي كلاعب هل مثلا لقدر الله كان عندك إصابات كان عندك حاجة هو فعلا يعني إصابت كذا أصابة بس يعني كان فيه بديلي يعني فيه بديل ليشد يعني ما فيش حاجة كان إصابات خفيفة ولا كالجامدة لا لا كان إصابات خفيفة بس يعني كان فيه حد تاني موجود بيشي المكان كلنا كنا بضاهر بعض طبعا فريق واحد بس إنت الميزة عندك بتلعب في تلات مراكز يمين شمال وسنتر هاو بالزبط كيه مظبوط طب أنت أكتر مركز بتحبه في دول إيه وأنا يعني أنا المفروض يعني أنا المركز المفضل ليه الباكلفت الباكلفت آه أنت بتلعب داك لمين صح بس إحنا عشان كان عندنا يعني صغرة إن فيه حد مش موجود في الباكريت فأنا اللي كنت بقى شاري المكان ده بس إنت بصحبة بس أنا عشان إيدك بتبقى وره تمام أيو طبعا طول الموسي هو أصمكش مركزك مش مركزي أوه بس الحمد لله ربنا كرامني فيه طب طب ديكت خبرة ليك يعني أنت لما لعبت في الباكريت وده مش مركزك حسيت إن دي خبرة ليت هتفرق معك طبعا استفدت كتير طبعا في المكان ده يعني 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 ده كان يعني أنا كنت أشور فعلا في المكان ده كنت أنا كنت أشور وفي المركز ده نزلت فيه رغم أنت مش أشور أصلا طب والسنتر هوف يعني أنت برضو بتقول أنا لعبت ساعات سنتر ولا لحسب الروتيشن في الملعب هو فعلا يعني أنا يعني أنا برعبش كتير في السنتر هوف بس يعني مثلا لو حصل حاجة حجم ممكن يسيبني عجمتين كده ولا حاجة لو بعكي أرجع تاني المكان طب أنت على مستوى كنت الشخص يعني ما يبقى فيه لعيب جوكر كده بيبقى ليه توجهات دايما يعني طرعا ما أنا عندي لعيب أقدراء فيه بأكتر مركز المدير فني دايما بيطلب منك شغلانة تق Corporal انت عندك م شاء الله إمكانيات فبيطلب بيطلب منك شغلانة ايه الحاجة اللي كان دايما يطلبها منك وليك دفاعية ولا كذ هجومية لو دايما يعني بيطلب مني في الهجوم أن أنا يعني الكرة ما تبقاش رخيصة يعني يجب كل كرة في إيدي أن أنا يعني أوصل بها للجون ما شغلش أي كرة ما أبصش أي كرة يجب كل حاجة يعني تبقى في الجون الحاجة المضمونة بس هي قلت دلوقتي بس اصدقل ان دي حتة مهمة كابتن اشرف كان بيكلمك فيها طب في الدفاع انت بتدافع طبعا يعني في الدفاع كان بيوجهك ايه اكتر حاجة كان بيوجهك كنت بتدافع على مين وازاي انا كنت بدافع في ناحية في مركز اتنين لو برضو اتنين رأيت لو هي عكس ايد بس برضو يعني كابتن اشرف كان في التمرين دايما بيعودني على المكان ده عشان في المواتشهوه تعرف ان هو طبعا المكان ده غريب عليه في الدفاع وكده عشان عكس ايدي. بس هو كان دايما بيمرني على الموضوع ده. الحمد لله ما قد لما اتقلناه. بتفرق في المقابلة؟ اه طبعا بتفرق. ان يعني انا باطلع عكسي يعني عكسي جسم خالص. عكسي انت بتعود عليه طول العمل. بتقل بالدنيا خالص. بالزبط. بدلا ما بتطلع مثلا كده بتطلع كده. فعايز تدريب وعايز تركيز عشان بتغلطش. لو تلاقي انت غلط هتدي اللي قدامك بسحة شور. ان هو مثلا يعني يتقل ناحية شوية. ايوة انا عشان كنت يعني مش يعني مش متكنة بالنسبة في المياه زي الاشوال. بس برضو يعني كنت بعرف عملها هو كان برضو كان بيقول. طبعا فكري صح. مدافع اللي جنبي ان هو يتقل سنة جنبي. ايوة انه يساعدك عشان انت مش مركزك. بالزبط.